بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم الآن شرح الوحدة الأخيرة من كتاب المهارات وهكذا نكون قد ختمنا تبقى لدينا إن شاء الله شرح القضايا اللغوية لوحدة تحية الجيش العربي وهذه الوحدة وبعدها إن شاء الله سنقوم بمراجعات أود تذكيركم في البداية بأن الخميس هو آخر موعد تسليم مسابقة التعبير حتى الآن لم يصلني أي موضوع تعبير طيب الآن نبدأ بالشرح في هذا الدرس الدرس طويل جدا المطلوب منك معاني الدرس الموجودة في الكتاب فقط لأن هذا الدرس مهم جدا كتحليل تحليل أدبي فسأقوم في عرض التحليل الأدبي لهذا النص من ناحية التركيب والحوار والأفكار ويعني هاي الأشياء المهمة في الدرس إذن الوحدة السابعة شرح الحرية النمور في اليوم العاشر أول شيء التعريف بالكاتب مهم جدا زكريا تامر زكريا تامر هو أديب وصحفي سوري وكاتب قصة من مؤلفاته دمشق الحرائق الحسر والنمور في اليوم العاشر الذي أخذ منه هذا النص مهم جدا جدا التعريف بالكاتب مهم جدا جدا تمام جو النص الفكرة العامة من هذا النص مأخوذة من المجموعة القصصية النمور في اليوم العاشر وهي قصة رمزية هادفة تدور أحداثها بين المروض والنمر ومضمونها الحرية ورفض السيطرة والاستعباد هذه الأفكار الموجودة هون كلها مهمة النمور شو يعني نمور ماذا قصد في النمور اليوم العاشر ماذا قصد بها وهي إذن ينتمي إلى فن القصة ينتمي إلى فن القصة وهي هادفة تدور أحداثها بين المروض والنمر ومجموعات ومضمونها الحرية ورفض السيطرة والاستعباد طيب التحليل الأدبي للنص النص هو عبارة عن نص حكائيا درج ضمن ما يسمى بنمط الحوار وهو للكاتب والقاص السوري زكريا تامر يعني حكينا عنها صهي للجواد الأبيض دمشق الحرائق النمور في اليوم العاشر الذي تعتبر مصدرا لهذا النص ننطلق إلى ملاحظة العنوان النمور النمور هي جمع نمر وهو حيوان شرس يرمز إلى القوة ويبعث على الخوف والهلع أما اليوم العاشر وهي مؤشر زمني يشير إلى المدة التي قضاها النمر في القفص تحت الترويض جدا الملاحظات اللي إحنا رح نعطيكم إياها في هذا الباوربوينت جدا جدا مهم أنا بهمني معاني لكن بهمني معاني الدرس ممكن أنا أجيب لك معاني من الدرس صحيح لكن رح أجيب شرح الدرس كامل من الآن اللي رح نشرحه يعني ما رح أشرح فقرة فقرة لأنه هاي قصة فرح نشرحها بشكل عام إذا النمور يرمز إلى القوة ويبعث على الخوف والهلع أما اليوم العاشر فهي مؤشر زمني يشير إلى المدة التي قضاها النمر في القفص تحت الترويض هذا ممكن نجيبه بالامتحان ننطلق إلى الفهم الدوافع والأسباب التي دعت النمر إلى حالة الغضب هي ابتعاده عن الغابة وحبسه في القفص وتحليق الناس حولهم طبعا هذا الدرس بعد قراءتك إله يعني بعد قراءة الدرس تنتقل إلى هذه الأشياء لأنك لن تفهم هذه الأشياء دون القراءة الصامتة للدرس رجاء أول شيء قراءة الدرس قراءة معبرة فاهمة ثم بعد ذلك تنتقل إلى الشرح عشان تفهموا الشرح تمام اتنين تجويع النمر من أجل جعله ممتثلا للأوامر هذا تحليل النص إحنا بنحكي عن تحليل النص ثلاث العبارات الدلة على إباء النمر إباء يعني رفض النمر للرطخ إلى أوامرهم لا أحد يأمر النمر لن أكون عبدا لأحد لا أريد طعامك هاي العبارات التي تدل على رفض النمر أربعة تجويع النمر جعله يسقط في فخ المروض هو جوع النمر عشان يسقط في الفخ يعني المروض حتى يأخذ ما يريد قام بتجويع النمر إحنا بنحكي عن قسم الفهم يعني كيف تفهم النص خمسة امتثال النمر لأوامر المروض في القسم الخامس جعله يقلد أصوات بعض الحيوانات نحن هنا في ناحية الفهم نقوم بالتحليل التسلسلي للنص يعني الأول تتحدث عن الدوافع اثنين شو عمل الثالث ما هي العبارات يعني رفض النمر الرابع تجويع النمر الخمسة إذا قام النمر وأطاع أوامرهم ستة بعض المؤشرات الدل على درجات التحقير والإذلال التي تعرض إليها النمر مثلا المروض في اليوم الرابع طلب منه المروض تقليد مواء القطط اليوم السادس تقليد نهيق الحمار وإرغامه على أكل الحشائش في النقطة السابعة في النقطة السابعة مظاهر ودلالات للتحول في اليوم العاشر في اليوم العاشر ماذا حدث؟ في اليوم العاشر يطلعنا الكاتب على ما آلت عليه الأحداث فالنمر في الحقيقة ليس سوى مواطن مقور يتعرض للتجويع والحرمان من أجل سلب عناصر قوته وتتحول المدينة إلى غابة ويتسلط فيها القوة على الضعيف هاي مظاهر ودلالات يعني إلى ماذا رمزت القصة؟ تمام؟ يعني هون إلى ماذا رمزت القصة؟ بالأصل يعني أحداث القصة كيف تتمثل في الشعب؟ ننتقل إلى التحليل في هذا التحليل الأطراف المتحاورة في النص هي النمر والمروض هذول التنين اللي كانوا متحاولين هذا بشكل أساسي إذن النمر والمروض هم شخصيتان أساسيتان اتنين محاولة إخضاع النمر للأوامر وذلك عن طريق تجويعي ثلاث العناصر المشاركة في الحوار يعني العناصر الأساسية النمر والمروض طب مين كان مشارك في الحوار؟ المروض هو شخصية مستبدأ بحكي لك المروض يرمز إلى من؟ هي شخصية أو ما صفاته المروض؟ شخصية مستبدأ وقوية تتحكم في مصير النمر أما النمر فهي شخصية حرمة من حريته وامتثلة لأوامر المروض بسبب تكوينها تجويعه بسبب تجويعه إذن النمر هنا لم يكن قوي هنا النمر دل على الذي امتثل للأوامر الشكل الحواري اتخذ شكل الحوار في النص شكل استجواب حيث كشف هذا الحوار عن علاقة الصراع بين النمر والمروض بام أمثلة الحوار المباشر المروض ألست جائعا؟ هذا كان حوار مباشر افعل ما أقوله النمر أنا جائع هاي حوار مباشر جيم أمثلة الحوار الداخلي فيه أن الحوار ينقسم إلى مونولوج وديولوج الحوار الداخلي قال لنفسي سأتسلى إذن إذا قلت مواء القطط هذا حوار داخلي بينه وبين نفسه عندما قال لنفسي إذن هذا حوار داخلي خمسة الحوار الذي دار بين التلاميذ والمروض وهو حوار غير مباشر على لسان السارد يهدف إلى تفسير وجهة النظر إذن هذا من ناحية تحليل الحوار من ناحية الحوار أما من ناحية التركيب اعتمد الكاتب في هذا النص على أسلوبين من الحوار حكينا الحوار المباشر والحوار الداخلي المونولوج والديولوج الحوار الخارجي وهو الذي جمع بين الإنسان أي المروض والحيوان هو النمر هذا خارجي أما الداخلي فهو انطلق من داخل النمر عبر لحظات مختلفة تأزم نفسي وصراع داخلي نلاحظ أيضا أن لهجة المروض أخذت منحنة التهكم والاستهزاء بينما لهجة النمر أخذت منحنة المرونة والأنقياد خاصة في الفترات الأخيرة من تواجده في القفص ويضطح لنا أيضا أن الأسلوب المهيمن في هذا النص هو الأمر هو الأمر واضح؟ هكذا نكون قد انتهينا من النص من ناحية التركيب التحليل الفهم يعني الدرس عميق لكن من هذه النواحي إن شاء الله سأقوم بتزويتكم بـ Word صفحة موجود فيها على تحليل عناصر القصة من ناحية الشخصيات الزمان المكان الحب كاذر والتأزم والحل هذا أهم شيء في الدرس أيضا من ناحية الحل الأسئلة ما بهمني حل الأسئلة بهمني فقط هاي الأشياء الموجودة بالشرح مع المعاني يعني كل شيء أنا الآن ذكرته بالشرح مع معاني الكتاب مهمة جدا مع معاني المعجم طبعا مع معاني المعجم والدلالة مهمة جدا في حال واجهتكم أي صعوبة إحنا موجودين ابعتوا لنا أي سؤال طلاب الأعزاء نتمنى أن تكونوا قد استفدتوا ولو بجزء بسيط صح أن هذا الدنس لم يأخذ الشرح الكثير لكن هو تحليلي عميق قرأوا منيح التركيبات التحليل الموجودة عندنا وفي حال وجود أي سؤال أي استفسار نحن جاهزون دمتم في حفظ الله ورعايته